قال جلالة الملك عبد الله الثاني إنما تشهده غزة اليوم من تدميرا سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلمة وستحتاج لسنوات لتستعيد عافيتها وأكد جلالته في مؤتمر القمة العربي الذي عقد مؤخرا في البحرين أن الأردن سيواصل حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة ولفت جلالة الملك إلى ضرورة مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارج عن القانون وسيادة الدولة وأعمال هذه العصابات الإجرامية وخصوصا تهريب المخدرات والأسلحة التي تصدى لها الأردن بحزما منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطر الخارجي هذا وقد دعت القمة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما أكد القادة العرب على موقفهم الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والدعوة كذلك إلى اتخاذ إجراءات رازعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض وإدانة هذه الأعمال لما لها من تأثير سلبيا على السلم الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار